مع الأسف شهد نهر دجلة والفراد جنوبي البلاد انخفاضا حادا في منسوب المياه نتيجة الجفاف الذي ضرب المنطقة خلال العام الحالي وذكر خبرهم في مجال البيئة أن الخفاض الحاصلة لم تشهده البلاد من قبل من قبل أقول إذ يتراوح بين متر إلى مترين لافتنا إلى أن الحكومة تفتقر إلى سياسة مائية مع دول الجوار ما يسبب شحا في المياه وذكرت الحكومة أن وجود أراضي زراعية خارج المخطط المقرر للمحافظات سبب رئيسي في إساءة استخدام إمدادات المياه وانتهاك القيود الإروائية لاحظنا هذه الأيام أنه نهر الفراد انخفض إلى مناصي بشكل ملفت وشكل عالي جدا غير مسبوقة في الفترات الماضية إذا ما قسنا إلى الأيام القليلة الماضية إلى ما قبل الأسبوع ما كان هناك النسب الملاحظ والشاهد العيان حتى يقدر أنه بالمتر أو أكثر من المتر طبعا الناس اللي تجي هنا للفراد تشعر بالذعر لأن هذا الانخفاض اللي يصير بالماء غير مسبوك وصل إلى درجة لأول مرة نشوفه بدلت تظهر جزر داخل الحوض فراد والناس قاعدة تقول هذا الجفاف أول مرة يصير فصارت يعني يتفكر يعني هل ما أقول منه ما أقول أنه ينشوف الفراد ترجمة نانسي قنقر